موسيقى السلام عليكم وردت لكم في حلقة جديدة وهذا المرة سأكلمكم عن أنيمي سوملي توموري نو كامي سما أحد أول أنيميات التي شفناها في الشهرين التي فاتوا لذلك دعونا نبدأ أنيمي مبالغ في الدموية والأكشن لكن صدمت بأنني شفت أنيمي قصة رائعة سوملي توموري نو كامي سما إذا لم ترى الأنيمي سأعطيك مقدمة بسيطة لا يوجد حرق سأشاهدها أولا الأنيمي من 12 حلقة بسيط جدا خاصة في الفترة هذه إنك تريد أن ترى ما تستمتع فيه الأنيمي يتميز برسوم مجنونة مؤثرات صوتية في القمة بعطيك الأشياء المطلوبة في الأنيمي من هذا النوع وهو حققها رسم رائع موجود شخصيات مميزة موجودة عمق في الشخصيات والقصة موجودة مؤثرات صوتية وليست موسيقى مؤثرات صوتية مؤثرات بصرية موجودة قصة تجمع ما بين الكوميديا والدراما وترجيديا والغموض والتشويق والكيوتنس اللطافة موجودة موسيقى تصويرية خيالية ورائعة موجودة مؤدين أصوات خاصة مؤدي صوت ايروان سميث من التاكن تايتن المؤدي رائع هذا اللي في كل شخصية يؤديها بطريقة مجنونة موجودة علاقة عميقة وغريبة تتسب بالأبوية والاستكشاف تحرك مشاعرك في كل لحظة موجودة أعتقد إلى هذه اللحظة أكون قدمتك انطباع رائع عميقة سأتكمل الحلقة سأشوف كامي سومالي توموري نو كامي ساما الآن سأتخذ في القصة قصة سومالي توموري نو كامي ساما هو عن غولم الغولم هدفه في الحياة أنه يحمي غابة يكتشف الغولم هذا وجود طفلة بشرية في الغابة كأنه شيء غريب الطفلة تعملت مع الغولم بطريقة حلوة وإرحاء معكوس نحن متعودين من البشري لما يكون ماشي في الغابة ويشوف الجرو لأحد الحيوانات الجرو لأنه فتح عين عليه يرى أن البشري هذا أبوه أمه فيتعلق فيه هنا عكسة الآية المخلوق هذا القولم رأى البشري الطفل الصغير البشرية قالت له أبوي وتعلقت فيه عكس للمواقف بطريقة رهيبة خليتك تتقبلها وانت ما تدري القولم هذا هدفه في الحياة موازنة الطبيعة كيف يخرج إلى غير المألوف من موازنة الطبيعة هو أن يساعد الطفلة البشرية مثل البشري المتوقع عند الفلاسفة هو الكتاب المتعمقين جداً أن البشري كائن يعيش ليتسيد ليسيطر ليأكل أن البشري كائن متوحش أكثر من الكائنات المتوحشة فلما يشوف جار صغير يتعلق فيه وهو يعتني فيه هنا يكون البشر يخرج من نظامه مثل ما القولم هنا الذي هدفه موازنة الطبيعة ومراقباتها وعدم التدخل في شؤون الآخرين يكون خرج من نظامه لاحتواء الطفلة السوملي يحتويها ويخرج معها في رحلة رهيبة ومشوقة لمدن مختلفة بحثاً عن البشر حيث ننصدم هنا أن البشر يعتبرون خطر يعتبرون جريمة يعتبرون طريدة يعتبرون بضاعة يعتبرون العدو الأكبر لهذا العالم ليه؟ لأن البشر زي ما شرحت لكم من الساعة لم يتقبلوا الآخر وجدوا اللي يتسيدوا اللي يتعنصروا فبدأ البشر يضطهدون الكائنات الأخرى لأنها فقط مختلفة وعلى السوملي أن تدفع الثمن والغولم ما أهمها الكلام هذا ما أهمش كان يحسون فيه البشر ما أهمش تحسون أنتم فيه أنا مهمة عندي بعد خلاص ما يبيلغابل حين بيوصل الطفلة هذي لكن أول معضلة يواجهها الغولم أول شيء أنه لازم يتعامل مع الطفلة هذي بالمشاعر هو مش معترف بكونه كائن له مشاعر الخاصة ولا كيانة لا أنا ليه هدف وبخاصة الحين ليش أنا حولت هدفه للطفلة هذي أنا ما أعدي والمعضلة الثانية اللي قدام القولم هذا إن حتى ما له اسم اسمه قولم المعضلة الثالثة إن القولم هذا له فترة معينة قاربت على الانتهاء أقل من سنة وسيختفي إذا اختفى سومالي ما لها أحد في العالم هذا في الرحلة هذه القولم يكتسب بعض الأصدقاء ويخليهم يعتنون بسومالي السيزن انتهى في 12 حلقة وأنا كنت أعتقد أن السيزن هذا يحتاج أكثر من 50 حلقة لأننا كنا دخلين في قصة جميلة قصة مقاربة لوداعن ماركو البؤساء سحب الظل الطويل قصص افتخدناها من زمان كنا نتكلم من قبل في سلسلة اللي راح الطيبين وجاو العتاكو أو المقارنة بالأنميات وكلاسيكيات متى سنرى قصص مثل ريمي قصص مثل البؤساء قصص مثل هايدي فلونا وداعن ماركو بلو سباستيان القصص هذه اللي تجمع السودوية وتعالجها بطريقة تراجدية درامية كوميديو فيها لطافة تزع الأمل في نهاية الطريق فقدناها كثير أول من رجع صراحة وأعاد هذا النمط لكن أعاد بسودوية مبالغ فيها وبنمط سن كان ديسترز الحين سوملي الحين سوملي تومورينو كميسامة أعادها بطريقة رائعة ينتهي بنا رحلة السيزن هذا أن القولم وكان نسي يقولك هذا الهدف أن القولم اعترف بنفسك ككيان مستقل وأنه اعتناء بسوملي مو بس فقط لأن يبيع اعتني فيها لا لأن يحبها يخاف عليها الرسالة التي وصلتها السوملي في آخر المشاهد أن يحبها يخاف عليها يعتني فيها أبوها عندها قلب لما توحش في حلقة 12 عشان يحميش ابن القلب اللي داخله كيف فقد يده لكنه أصر الحين أنه حل معضلة واحدة أنه أنا كيان مستقل وروح تحب حتى لو مت رح أرجع وأحميش كروح كان رافض حتى أن الأرواح ترجع لا رح أرجع وأحميش كروح وسنبقى معا إلى الأبد حل المعضلة الأولى تبقى المعضلة الثانية كيف رح يستطيع أن يطيل عمره والمعضلة الثالثة هل سيجد البشر أو لا المعضلة الرابع لما يجد البشر سوملي متى بأهلها مبعافا له هو يبيوصلها للبشر فهل سيستطيع هو السوملي أن يقنع العالم هذا أن يتقبل البشر فهل السوملي تقدر تعيش فيه ولا سيعيدها إلى عالم البشر ويفترق عنه ونعيش معاناة أخرى يعني هل يمكن أن يكونوا ميتين في تجارة البشر وهي سيستطيع أن يطالة عمره نستنى سيزن الجاي أي بأي أخبار عن سيزن الجاي بانتظاره بفارغ الصبر سوملي توموري نوكامي ساما تحفة فنية أتمنى تكتمل وأتمنى أنك تشوفها في النهاية سوري إذا لوكيشن جديد ولازم نلتزم وسعى الداء ببقائنا في المنزل وقلوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نتشارك في القناة لايك ونشوفكم على خير اشتركوا في القناة